اشتركوا في القناة اليوم الموجودين في الكتل السياسية هناك شخصيات كبيرة جدا خارج العملية السياسية تستطيع أن ترشح هذه من قبل هذه الطوائف والمكونات الموجودة اليوم في العملية السياسية لكن لا نقبل أن يكون هناك تهميش أو عزل لمكون كبير داخل هذه اللجنة الوزارية التي شكلت على أساس توصيع هذه المناصب التوازن المقصود به التوازن بين المكونات العراقية وهذا موروث خديم موروث من عدم الأطمئنان أو وجود حالة من عدم الثقة هذه مسألة التوازن أنا أعتقد أخلاقيا وفي ورقة الإصلاح السياسي جاءت هذه أعتقد من الحق أن نلتزم بها التحالف الكردستاني يعلن وقوفه مع أي توجه إصلاحي تشرع به الحكومة شريطة عدم المساس بمصلحة مواطن الإقليم نحن ككرد طبعا نحن دعمين لحيدر عبادي ولكن على أن لا تكون ضد مصلحة مواطن إقليم كردستان والشراكة التي أكد عليها الدستور وشراكة بين القوميتين الكردية والعربية مختصون في الشأن القانوني يتضح لهم أن طريق الخروج من هذه العقبات السياسية هو اختيار شخصيات كفوأة ونزيهة من داخل الكتل تماشيا مع الدستور التوازنات ممكن اعتمدت في كل الدول الدول التي يعتمد النظام البرلماني نظام التحالفات عند تشكيل حكومة في دولة معينة تحصل اتلافات حزبية تراعى التوازنات الحزبية في تشكيل حكومة لكن يتم اختيار الكفو والنزيه والمهني والحريص على مصلحة البلد الجمع بين إرث التوافقية السياسية ومطالب المتظاهرين في تغيير الكثير من الوجوه والشخصيات السياسية التي لم تحقق شيئا خلال الفترة الماضية أمور ربما لا تبصر النور في وقت قريب نتيجة لمخالفتها رغبة المكونات السياسية ياسر الحطاب قناة المدى بغداد